أعزائنا الطلبة السلام عليكم ورحمة الله درسنا للفلسفة اليوم يتعلق بمقال فلسفي نص السؤال يقول أثبت بالبرهان صحة القول أن معيار اليقين في الرياضيات هو اتساق النتائج مع منطلقات يفترضها العقل أثبت بالبرهان صحة القول أن معيار اليقين في الرياضيات هو اتساق النتائج مع منطلقات يفترضها العقل يتعين عزيزي الطالب أولا لنفهم السؤال أن نقف عنده لنحلل ألفاظه ونتعرف إلى دلالة إلى دلالات هذه الألفاظ فلدينا كلمة أثبت كما تبدو على اللوح أثبت إشارة إلى الجانب المنهجي إلى الطريقة أثبت دافع إلى طريقة الاستقصاء بالوضع الكلمات المفتحية الأخرى أهمها معيار اليقين الرياضي وفي ذلك إشارة إلى الدرس الذي ينتمي إليه السؤال إنها مشكلة مشكلة فلسفة الرياضيات أنسجام النتائج مع المقدمات اليقين الرياضي إذن كلاهما يوحيان بموضوع أنطباق الفكر مع ذاته من خلال فلسفة الرياضيات إن السؤال عند إذن يعرض وجهة نظر الهندسة المعاصرة في مقابل الهندسة الكلاسيكية ففي إطار إذن مرحلة فهم السؤال نلاحظ أعزائنا من خلال اللوح الموجود على الشاشة الهندسة الإقليدية الكلاسيكية والتي يمثلها إقليدس الذي جاء في القرن الثالث قبل الميلاد وفي المقابل الهندسة لا إقليدية المعاصرة التي يتبناها لوباشيفسكي الرياضي الروسي وريمان الرياضي الألماني إن الهندسة إن الهندسة الإقليدية الكلاسيكية تنطلق من مسلمة أساسية كما تعلمون هي القول بالسطح المستوي وبالتالي المكان الحسي ذو الأبعاد الثلاثة في المقابل نجد أن الهندسة المعاصرة اللا إقليدية تقوم على مسلمات مغايرة تماما إنها السطح المقعر والسطح الكروي مع لوباشيفسكي وريمان كذلك نجد المكان الحسي وذو الأبعاد الثلاثة كما ذكرت في الهندسة الكلاسيكية الإقليدية في المقابل نجد أنه بالإمكان في الهندسة المعاصرة تصور مكان خال من الأبعاد أيضا تقوم الهندسة الإقليدية على فكرة أن درجة انحناء السطح تساوي صفر بينما انحناء السطح عند لوباشيفسكي أقل من الصفر وعند ريمان أكبر من الصفر الهندسة الإقليدية أيضا تقول بأنه من نقطة خارج مستقيم لا يمكن رسم إلا موازن واحد بينما هي أي نفس المسلمة إذا شئت لا يمكن رسم أي موازن من نقطة خارج مستقيم عند ريمان لوباشيفسكي في حين يمكن رسم مال نهاية من نقطة خارج مستقيم عند لوباشيفسكي ومجموعة زوايا المثلث يساوي قائمتين في الهندسة الكلاسيكية بينما يساوي أقل أو أكبر من قائمتين عند لوباشيفسكي وريمان على الترتيب كما تقوم الهندسة الكلاسيكية على مسلمة أو مبدأ النسق الواحد الخطان المتوازيان لا يلتقيان في الهندسة الإقليدية بينما يمكن حذف قضية التوازي تماما في الهندسة المعاصرة كما تقوم الهندسة الكلاسيكية على التمييز بين المسلمات والبديهيات في حين تأخذ في الهندسة المعاصرة على أنها مجرد مواضعات كما يشير إلى ذلك الرياضي الفرنسي كوانكاري إن طبيعة البرهان في الهندسة الكلاسيكية عند إقليدس قائمة على البداهة والوضوح في حين أن طبيعة البرهان في الهندسة المعاصرة قد تغيرت أي أصبح انسجام النتائج مع المقدمات هو معيار اليقين في الرياضيات الآن أعزاءنا نلاحظ أن هناك أزمة ظهرت تسمى بظهور أزمة اليقين الرياضي لماذا؟ لأن القضية الواحدة في الرياضيات يجاب عنها بإجابات مختلفة إلى حد التناقض مجموعة زوايا المثلث مثلا أكبر أو أصغر من قائمتين إلى تساوي قائمتين فكرة التوازي فكرة أن المكان ذو أبعاد ثلاثة وهكذا هذه الأمور كما نرى خلقت أزمة اليقين الرياضي وبدأ المفكرون يرتابون في قيمة ويقين الرياضيات خاصة وأن قيمتها ويقينها كان تابعين لمدرسة إقليدس التي تنطلق من مسلمات معينة كالسطح المستوي إذن يطرح السؤال المشروع التالي فأي من الهندسات الثلاث صحيحة لعلك عزيزي الطالب تقترح الهندسة الإقليدية على أنها هي صحيحة فإن بوانكاري لا يدع لك الفرصة ويجيبك مباشرة بأن هذه الهندسات الثلاثة كلها كلها صحيحة فيقول إن من يريد أن يخطئ هندسة بأخرى كمن يريد أن يحكم على نظام القياس المتر بأنه خاطئ مقارنة مع قياس الياردا وهي وحدة قياس إنجليزية الآن أعزاءنا ندخل في المقدمة بعد هذا التمهيد المعرفي الذي كان مطلوبا وضروريا للتجاوب مع الدرس ندخل في المقدمة أو في ألف طرح المشكلة لكل طريقة كما تعلمنا مقدمتها المناسبة لها فنبدأ في طريقة الاستقصاء بالوضع في المقدمة بالفكرة الشائعة فما الفكرة الشائعة نعني بذلك الرأي المناقض رأي الخصوم المناقض للأطروحة الواردة في السؤال فإذا كان السؤال إذن يعرض كما نرى وجهة نظر الهندسة المعاصرة التي تقوم على أساس اتساق النتائج مع المقدمات كمعيار لليقين الرياضي فإن العكس صحيح مع الهندسة الكلاسيكية الإقليدية التي تقوم على مبدأ النسق الواحد وعلى مبدأ البداهة والوضوح إذن الفكرة الشائعة الآن هي نقيض الأطروحة الواردة في السؤال أي نقيض الطرح المعاصر في فلسفة الرياضيات وهو الطرح الكلاسيكي فنقول سيطرة الهندسة الإقليدية على الفكر الرياضي ردحا من الزمن هذه المقدمة أو ألف طرح المشكلة المرحلة الثانية أعزاءنا كما نعلم هي مرحلة العرض أو ب محاولة حل المشكلة وأول خطوة فيها كما هو معهود بيننا عرض منطق الأطروحة أي الأطروحة الواردة في السؤال معيار اليقين في الرياضيات المعاصرة هو اتساق النتائج مع المقدمات داخل النسق الواحد هذا عن عرض منطق الأطروحة لا شك أن لهذه الأطروحة حججا وبراهين كما نعلم فإن الذي أفرز هذا المعيار الجديد لطبيعة البرهان الرياضي أو لمعيار اليقين في الرياضيات هو التطور العلم الذي شهدته الرياضيات المعاصرة حيث أفرز ذلك تعددا في الأنساق الرياضية وأصبح بإمكان الرياضي أن ينطلق من أي فرضية شاء الضابط الوحيد القيد هو أن تتطابق النتائج مع المقدمات هذا هو الضابط أي أن يبقى الخيط الذي يصل النتائج بالمقدمات قائما احتراما لمبادئ العقل كمبدأ الهوية وعدم التناقض هذا ما أكده أعزائنا أنصار الرياضية المعاصرة لوباتشيفسكي وريمان وغيرهما بعد إذن الدفاع عن الأطروحة بحجج أصلية كما هو واضح يأتي الآن دور الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية والغرض من ذلك تبيان قدرات التلميذ على التحليل والنقد وعلى التفلسف فنقول هنا لقد تغيرت طبيعة اليقين الرياضي في الهندسة المعاصرة الهندسة اللائقليدية وأصبح فرضيا استنتاجيا لأن كل من لوباتشيفسكي وريمان افترض مبادئ أو مقدمات ثم استنتج وبذلك انفصلت الحقيقة الرياضية عن الواقع الحسي لأننا لا نجد ما يقابلها في مدركاتنا الحسية وأصبحت الحقيقة الرياضية تكمن في عدم تناقض الرياضيات تناقضا داخليا هذا هو الأساس هذا فيما يخص إذن الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية أعزائنا ننتقل الآن إلى عرض منطق الخصوم أي أنصار الرياضيات الكلاسيكية القائمة على أساس أن اليقين الرياضي يكمن في بداهة مبادئها ووضوحها وكان يعتقد أن مسلمات إقليدس هي المسلمات الضرورية والوحيدة التي لا يمكن مناقشتها أو الإتيان بما يخالفها الآن مع نقض منطق الخصوم فنقول غير أن قلعة إقليدس هذه ما لبثت أن تحطمت على صخرتي لوباتشيفسكي وريمان حيث تحرر الرياضي من ربقة النسق الإقليدي وزالت فكرة المطلق الرياضي كما أكد على ذلك بوليغان الذي يقول إن كثرة الأنظمة في الهندسة لدليل على زوال المطلق الرياضي وأصبحت الهندسة الإقليدية تتميز بالنسبية أي أن الحقيقة الرياضية لم تعد تتسم بالإطلاق بل بالنسبية أعزاءنا بعد أن أنهينا مرحلة العرض نمضي إلى الخاتمة أو إلى جيم حل المشكلة وكما كما هو معهود بيننا ومألوف فإن للمقدمة ما يناسبها من تمهيد أو مدخل ومن ضبط للإشكال كذلك فإن لكل طريقة ما يناسبها مما يجب أن يذكر في الخاتمة فالخاتمة هنا أو حل المشكلة يتعين على التلميذ في هذه الطريقة طريقة الاستقصاء بالوضع أن يشير إلى ضرورة تبني الأطروحة الواردة في السؤال والدفاع عنها لأنها مشروعة وما إلى ذلك إذن في حل المشكلة نقول يتبين مما سبق تحليله صدق ومشروعية هذه الأطروحة حيث فتحت الرياضيات المعاصرة بهذا المعيار الجديد المجال للإبداع والابتكار فأصبح بإمكان أي رياض بناء نسق جديد بافتراضات جديدة ونتائج جديدة ما دام محتفظا بالانسجام داخل النسق الواحد وفقا لمعيار انطباق الفكر مع ذاته كما يؤكد على ذلك الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه المنطق الوضعي أعزاءنا إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس لقاؤنا بكم يتجدد في درس قادم بحول الله أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة